الارباح ديالك بالنسبة للمحتوى اللي كيشوفوه امريكيين ماذا يعني ذلك يعني انه خاص اولا الشخص لي غيشوف فيك يكون في الولايات المتحدة الامريكية خاصي طلعوا له اعلانات فهذاك القناة ديالك وبالتالي فخاصك يعني ذاتيك الارباح اللي اللي تجينيرا منها تتخلص على واحد طريبة ديال 24 في المئة اعتقد في 20 ميان 20 مان فاد 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 كينين الناس اللي كيقول لك اودي احنا دبعا احنا المحتوى ديالك كيشوفوه الامريكان لا را هو ما تشوفوهش الامريكان ولكن را كيشوفوه العرب اللي كينين في امريكا كينين مغاربة في امريكان يعني اللي هما بالالاف يعني وبالتالي فالمغاربة اللي لا شوفو الفيديوهات ديالك فانت را غادي توليك تخلص عليهم هذيك الضريبة و24 في المئة للاشهرة واحد الرقم الكبير ما شي سهلا اضيف الى ذلك انه اه 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 هو انه ايه باش كونوا واضحين كينين الشي مغاربة تاب غاي سمعوا هات القادية هذي غاد يندقوا وياندروا دابابان ويدخل با ايب امريكاني باش يشوفوك او هناك فانت كله يشوفك في امريكا توليه تخلص او تولوت ديال فلوس كله الى ما قله نصف ديالين تخلصوه في امريكا واني انا surح اخصوصا ان هذه الداربه تتتم اقتطاعها من لسخص يعني من السخص ويجب أن يتم القطاع لك قطاعه ويجب أن تتحدث ضربة في المريكان وطبع تلاحظ أن الأربح لديك طالعة بثائف إلا أن تكون لديك 24% ستكون لديك حصة الأسد لا يجب أن تكون لديك المحتوى لديك تقصص مئة دولار أو لا ستقصح في حالتين ستقصح سواء تقصص مئة دولار سواء تقصص مئة دولار خصوصا نحن نعرف أن الكثير من يوتوبر لم يكن لديهم رقم تعريفي ضريبي فبالتالي أعتقد أن الأكثر لا يعمر هذه الاستمارة وبالتالي سيقول لديك 24% ويجب أن تدفع الفيزا في المريكان يقول لهم أن تخلص الضريبة في المريكان أنا من دفع الضرائب واللي لا يريد أن يضيع أو يملأ واحد الاستمارة بعدها لأنه غير قاطن في الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن تدفع نشاط تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذه المعلومات تمشي فقط الإعدادات في جوجل أدسنس تمشي الدفع المكان الذي تملأ فيه المعلومات البنكية من بعد تمشي التميارة تلقى نوتيفكاسيون طالعا لك خاصة تملأ المعلومات الضريبية فتما تجاوب على بعض الأسئلة وللإشارة خاصة المغربية يحاولوا أنه يتمعين في قراءة الأسئلة لأنه أي خطأ أو أي إجابة غير صحيحة ستقدر أنها إما ترفض لك الأمريكيشن أو أولا على 15% وتأتي 24% قراءة جيدة الأسئلة المطرحين عندك طبعا جوجل أدسنس ستضع لك السؤال وتتحس أنه ممكن أعطيك تقرأ على أختيك العلاء على هذه النقطة من بعد أن تتملأ هذه المعلومات المطلوبة منك ذلك الساعة كانت من شركة أدسنس وأنا صراحة الله أنا أعتقد أولا في العظمان كانت ندفعه في المغرب وتستفيد منها دولة المغربية أحنا لم يكن تعاون في المغرب في هذه النقطة هذي فأنا ندفعه دولة المغربية أعتقد أنه تفكر فيها بش أننا عواض ما ندفعوا الضريبة تمماية أنه يكون واحد الاتفاق ما بين المغرب و ما بين الولايات المتحدة الأمريكية فهذا النقطة هذه ديال أننا ندفعوا الضرائب تمماية لأننا تسامبلوا ما سكنينش تمماية نحن ماشي ريزدن في الولايات المتحدة الأمريكية مع أننا حتى شيء إيجابيات ما تنستفدون بمتاشي هاجة مع أننا شيء تغطية صحية في المريكا نحن ندفعوا الضبغة نحن ندفعوا الضريبة يعني ما مستفدين ولو فبالتالي كان أعتقد أنه خاص يكون هناك حوار ما بين يعني المسؤولين هنا في المغرب في المجال الضريبي و ما بين المسؤولين اللي كاينين في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا النقطة بيطال لنا أموال طائلة خصوصا مع تصدر روتيني اليومي وما أشوف الأعتقد لأنه بعدها واحد سؤال نقدر نجاوب عليه هو كيفاش نقدر نحميه رأسنا مثلا من 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 أنا ما بوش شي مريكاني يشوفني ما بوش شي واحد في الولايات المتحدة الأمريكية يشوفني ووه واحد ليكون عنده علاقة معه أولى ما وقت يدير في بيان في مريكا ويشوفني باش يطيحني في الضريبة را ممكن أنك تخفي المحتوى ديارك على حسب الدول اللي مبغتيش تشوف يعني مثلا ما بوتيش الولايات المتحدة الأمريكية تفرجوا في فيديو ديارك راكا تخفيها ومع اعتدارنا الناس المغاربة اللي يسقاطنين في الولايات المتحدة الأمريكية راه ممكن أنه من ترشارجي ومثلا غيرت يربو فيب بيئين هيعطيه فيب بيئين في ألمانيا وراء يقدر يشوف المحتوى اللي انت كتنشر غير هو إلا كان هو في الولايات المتحدة الأمريكية ما غادش يمكن لك أنك تبيه لهذا المحتوى هذا باش تحمي راسك وتحمي العائدات المالية ديالك لا لا أعتقد لا لا ولا أعتقد لأنه كما قلت لك أنه كان طرق باش تحمي راسك يعني يرى ممكن أنه تمنع الناس اللي في أمريكا يشوفوا المحتوى ديالك وبالتالي ترى ما مبقيتش مطلل لأن هذا القانون هذا كيهم أنه يشوفك ناس اللي في أمريكا وتظهر لهم إعلانات وهما في أمريكا يعني هذا هو ما هذا هو ما فبالتالي لما كانوا شهد هذه الأمريكا يعني انتظر جميع على أمريكا أنهم يشوفوا وشافك شي واحد من ألمانيا ترى ما دخلش في هذه النقطة إذن لا أعتقد أن هذه المسألة هذه بدأت أضطر على الروتيني اليومي فيسبوك الآن صبح أضطر اليوتيوب تاعي جيدا هذه المسألة لا تاعي على أن الفيسبوك راه منافس قوي علاش المنافس قوي لأنه عنده واحدة شبكة اجتماعية اللي هي كبيرة بزاف كأي شركة هي كتحاول أنه في الأول إلى الناس اللي كينشروا محتوى راك يعرفوا هذه المسألة هذه يعني أنا راملك نشر فيديو في الفيسبوك يعني الانجيجمنت أو التفاعل فيه تكون طالع على يوتيوب الذي لا يشكل فقط 10% من الناس اللي مديرين اللي يا سبسكرايب فلاشين دياري يعني عندك مليون يلا الله 10% من ديك مليون وما اللي كيكون عندهم إنجيجمنت في سميته في الفيديو ديارك لكن في فيسبوك إنجيجمنت طالع كنلقوا أن التجربة ديالفيسبوك كتشجع على اللايك كتشجع على التختج فبالتالي فيسبوك خدات هذه المسألة هذه خصوصا أنها شبكة تواصل اجتماعي خداتها باش أنها تعزز فكرة نشر المحتويات الفيديو على منصتها وبالتالي باش تشجع الناشيرين فهي قد تفعلهم دابا مقابل مادي ودابا المغاربة ممكن أن يمير بحل الفلوس من الفيديوهات ديالهم فيسبوك أي نعم ماشي أي جميع الصفحات هتخاص يكون عندك دي كونديسيون ولكن في النهاية أنا كواحد شخص اللي يعني مثلا بادي في 2009 بداية يوتيوب يعني عاصرة يوتيوب من البداية دياله هنا في المغرب إلى حدود الساعة وكذلك فيسبوك كان أعتقد أن فيسبوك من هنا للقدام سيضيق الخناق بشكل كبير جدا على يوتيوب إلا ما دارتش تحديثة جديدة أو لم يكن هناك واحد نوعا واحد لينوفاسيون في البلاتفورم ديالها أنا سأقدم واحدة نصحة مهمة جدا وهي فيما يخص المعلومات الشخصية لأنه وقفنا على واحد خطأ كبير داره سعبد الله بن كيران رئيس الحكومة السابق وهو أنهم اللي ينشر واحد لمنشور على الصفحة دياله بيلا كارت ناصيونال دياله هذا خطأ فادح لا أعتقد في دولة أخرى ممكن أنه شيء قيادي مثل سعبد الله بن كيران يدير هذا الخطأ هذا لأنه مثلا هذه المعلومات أخرى كان نعتبرهم ممكن سعبد الله بن كيران ما أخداهاش بواحد النوع من الجدية من يمرض لكارت ناصيونال مراكيني الناس الذين يحترفون مجال الهندسة الاجتماعية وهذا المجال هذا كنقدر من خلاله أننا نقوم باستنباط معلومات شخصية بناء على بعض المعلومات التي تكون عندنا مثلا بحالة سعبد الله بن كيران كواحد لوجه عمومي فراكيني الناس اللي همون بتعطشين أنهم يعرفوا بزاف المعلومات عليه وشفنا البارح أن الناس بدأوا تيقلبوا على السعبد الله بن كيران وش دار تلقيح ما دارش تلقيح انت دار تلقيح إلى غير ذلك والمسألة للأسف رأي ما غيرت توقفش هنا لأن هذه الناس اللي قلبوا على هذا الشي هم ناس يعني ماشي متخصين في مجال الأمن المعلوماتي يعني هم يمشيوا وقلبوا ما يراء المسألة تقدر تكتوصل لحسابات بنكية تقدر توصل للضرائب تقدر توصل لذلك الحاجة يعني انت لقى من ماذا انت لقى من المعلومة بسيطة هم احد الساوء بسيط لهو تنشرات من المعلومات لكارتناسيون لهذا كنت طالب المغاربة انهم يخوضوا الحيطة والحضار فيما يخص المعلومات الخلوم الخاصة وانا ربنا نطار تجيب شي حاجة وخات حسبي انها تفا رغي من الميرو التليفون دي لكرا مش شي شي حاجة سهلة لانا بدك من الميرو التليفون دي كنتقدر نجب عليك نجب عليك نجموعة من المعلومات لانتا ما غادش تبغي شي واحدة اخر يعرفها لا يوتيوب هي ماشي في السوقها هي يوتيوب تتقول لك اوتي انا جب لي غاليفي جب لي الفلوس انا عندها مستشهرين خاصة دوك المستشهرين يعني تربح معهم فبالتالي هذه المسألة هذه ديال يوتيوب غد ضيق الخناق على روتيني اليوم وهذا ما عنداش مشكل فاتش اللي خاص يضيق الخناق على هذا شي هي الحكومة المغربية اللي خاصة تفعلنا وعلى المقوانين لانه المسألة غادية من سوء الى اسوء غادين فوق الوضع الكارثي ولينا كنشوفوا شي حواج اللي هي نوعا ما مستفيزة ولي بطبيعة الحال احنا عندنا شباب اللي كي يشوفوا هذك الشي كان القوم كان لذلك مجموعة من التناقضات انا مثلا انت تفرض علي واحد القانون المعين مثلا في اطار الحجر الصحي وكان لقى انه كان الناس اللي مثلا انت يخرجوا القتال اللي بغا وإلى غير ذلك وخحنا كذلك احنا شركة دينا وبعض الاحيان كان خرجوا يعني كان صافروا في الليل وهذا ولكن يعني كان صافروا مضطرين اما يعني ولينا كان نشوفوا شي مسائل اللي صراحة الله تضرف الخاطر ولي بطبيعة الحال انا كان طالب ان الحكومة المغربية ستدخل باش تقنن هاتش شوية لانه لا بقى قرى غادي نشوفوا شي حاجة اللي